تحضيرات لعودة البعثة الإيرانية لصنعاء وانتقال للتحرك الإيراني الداعم لميليشيا الحوثي من الشكل الخفي إلى العلني بعد إعلان الحوثيين عودة العلاقة الدبلوماسية مع إيران وقبول طهران بممثل لحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا بعد يومين من لقاء وفد الحوثي المرشد الإيراني علي خامنئي أعلن الحوثيون تعين مدير قناة المسيرة إبراهيم الديلمي ممثلا لهم لدى إيران في خطوة جديدة تظهر التبني الكامل للجماعة من قبل نظام طهران لتصبح إيران أول دولة تعترف بهم منذ الإنقلاب على الشرعية زعيم ميليشيا الحوثي وفي خطاب متلفز بثته قناة المسيرة التابعة للجماعة قال إن زيارة الوفد الحوثي لطهران تأتي في سياق التمهيد لعودة التمثيل الدبلوماسي والعلاقة بشكل رسمي وأعلن عن تنشيط سبعين اتفاقية تعاون مشترك بينهم وبين طهران وهذه الزيارة هي تأتي في سياق التمهيد لعودة العلاقة مع الجمهورية الإسلامية على المستوى الرسمي وأيضا على مستوى التمثيل الدبلوماسي وفي الوقت الذي لم يتوقف فيه الدعم العسكري للحوثيين منذ بداية الحرب وما قبلها تعود إيران لحشد الدعم السياسي والدبلوماسي لهم أيضا بعد عقدها اجتماعا ثلاثيا ضمها والحوثيين وأربع دول أوروبية في مقر الخارجية الإيرانية وذلك لإجراء مباحثات حول ملف الأزمة اليمنية الاجتماع جاء على ضوء الأحداث في الجنوب وانقلاب المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على الحكومة الشرعية والسيطرة على قصر المعاشق الرئاسي بالإضافة إلى تصاعد هجمات الحوثيين ضد المنشآت والمطارات السعودية بعد استهدافهم مؤخرا حقلا ومصفاتا نفطية في السعودية قرب الحدود مع الإمارات تحركات سياسية ودبلوماسية جديدة إذن تقوم بها ميليشيا الحوثي وتجدد لخارطة التحالفات في المنطقة وأمام كل ذلك تبقى الحكومة الشرعية ثاقدة للفاعلية ومغيبة بإرادة التحالف كما يقول مراقبون